رائن يا إرمية فقلتوا عارفين معنى إرمية إيه مش كده هم آه يعني إرمي الزبالة بتاعت دانسرير بره ودخل المسيح إرمي نموس الأعمال وحط نموس الإيمان ومن أوضح الآيات عن العهد الجديد في إرمية 31-31 هذه محفوظة خالص اللي هو ما فيش فيه كهنوت خالص ما فيش حد محتاج واحد يعلمه لأنه روح القرس يسكن الإنسان لعهد القديم روح القرس ما سكنش الإنسان فدائما نروح للكهن يسألوه عمل إيه نعمل إيه نعمل إيه نعمل إيه لأنه هو الكهن اللابس وقتها كانت صدرة الصدرة والصدرة دي عليها النظام معين يعرف بيه الإجابة على السؤال أوهد لا الصدرة دي رمز روح القرس في العهد جيد ما فيش دلوقتي صدرة ولا رئيس كهنة حتى مش خالص دلوقتي تشال نظام الكهنة صاروا كل المؤمنين كهنة وكلهم فيهم روح القرس فصار كل واحد مسؤول عن ما يفعل هو رسميا لو رئيس لو واحد أضل واحد رئيس كهنة أو كهن ربنا عقوه لكن دلوقتي لو واحد راح لرئيس كهنة من فيه رؤساء كهنة لدي في طايف كتير أو رؤساء طايف هو لغلطان ونراح ما روحش إلا لابن نفيش روح القرس يعمل لي طيب لازم يروح وهو غلطان والتاني غلطان لأن العهد الجديد ما فيش واحد يعلم حد الله بيتكلم جوانا من روح القرس لما يقول دلوقتي ربنا ممكن يقول كلمة لفاتن أنا بسمعتي إيه مسؤول عن كلمتها أو العكس فهنا ناخد بقى من عدد ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا ماذا أنت رائن يا إرمية فقلت أنا رائن قضيبة لوز اللي هي قلنا قضيبة سهر بس استغربوا قضيبة سهر دي لكن هي قضيبة واحد سهران على كلمة أو بالضرب ده بالضبط إرمية إرمية في عهده في شعوب فانية تماما تماما خالص لأن ربنا جابه لهذه النبوات نعم ما هو فيش غيره ده هي المسيح ده هي المسيح هو هو اللي بيصر على كلمة أجريها فيش غيره فقلت أنا رائن قضي بلوز فقال الرب لأحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها أجريها وليه هنا قال برضو الكلمة دي لأن فيه كلام قاله الرب من ممكن ستمائة سنة وراء تم في إرمية ومين اللي بيصر بنفسها مش بني آدم هو الله بيصر على الكلمة ويجريها هو قال كده في وقته أسر أبيه فالقضاء على أمم كثيرة جرى في أيام إرمية الوزر الزغير دي إلا أنه أنا والد إلا أنه ما تقولش أنا والد فقال ربي أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها ثم صارت كلمة الرب إلي ثانيا ثانيا قيل ماذا أنت رائن فقلت إني رائن قدرة من نفوخة ووجهها من وجه الشمال فقال الرب لي من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض لأن ها أنا ذا داعا كل عشائر ممالك الشمال يقول الرب فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أوروشالي النبوات دي تمت بعد كام سنة أكثر من ألف سنة الشعب يعاني وجاي هنا الكلام يعاني فتمت في أيام وشافهم بعنيه وعلى كل أسوار حواليها وعلى كل مدن يهوزة وأقيم ودعواية يخذناها المرة اللي فاتت هنبتيني بس سبع داشرة هنبتيني من النهار وأقيم ودعواية تقيم دعواها دعواك جدام مين جدام المنفذيات الأحكامي يعاني يخلي كل واحد منهم عبد لي بالظبط ينفذ اللي أنا عايزه بالظبط ونعرف أنه افتكر في سفر آخر أو ارمية ارمية حزقيا أنه كان مالك بابل بيعمل قرعة علشان يهجب على مين الأول فجاءت للقرعة مش على أوروشاليم فربنا أقنعوا أن الرؤية دي كذب عشان نهجم على أوروشاليم فتحول الرؤية اللي هو مفروض ده بدي من الناس كبار أوي بلده بتوع سحر يعني وحاجات مهمة أوي فلكن ربنا خلاها يقتنع أنهم كلهم كذبين وخابتوا رؤية منهم مرة دي وينزل على أوروشاليم ليه لأن ربنا جه وقت خراب أوروشاليم ليه وأقيم دعوية على كل شره الشرهم لأنكم تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم في نوعين من الارتداد في الكتاب المقدس خاصة في العهد الجديد بيقول لنا الفرق بنده وبنده في الارتداد ليس للهلاك والارتداد للهلاك الارتداد ليس للهلاك للمؤمن اللي اتضحك عليه زي بطرس ملعا وحالف ما عرفش الرب لا بندحك عليه معين الرب نظره ما أخدش باله أو كان طبعا في حالة صعبة جدا الارتداد للهلاك هو للإنسان اللي قاعد يمس ليمس 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 وبالآخر بطفش فارتدوا عادي لعن في المسيح مش ندم لا ما ندمش وكمل لعن لغاية لما هلاك يعني ده الارتداد للهلاك فهنا بيقول وأقيم دعوايا على كل شرهم على الستاشر لأنهم تركوني وبخروا لآله أخرى والإنذار وراء وراء ما رجعوش هم مبسوطين مع الإله التاني الرب بالنسبة لنحن بيشكم شرنا أو يحاول بقدر السلطان بتاعه علينا كل واحد بيدي سلطان للرب عليه يعني رب يدي سلطان على كل البشر لكن ليس كل واحد يخضع للرب فحسب سلطانه علينا بيوبخ بيبكت بيقادب لكن مؤمن ما بيحسش أو مش عايز أخوة كده خلاص نص نص ربع ربع ماشي مهزوز طول عمره فالدعوة اللي بيقيمها الرب على الإنسان إما تجيب نتيجة مع الإنسان بالتوبة ما فيش غير التوبة داود خرب الدنيا وتاب خير ز موضوع موضوع بالشبع وجوز اللي قتر دا فيقيم دعوة على كل شرهم لأنهم تركوني حد يترخ ربنا ويبخر الأوسان دا ما أعطوه إيدي ما أعطوه أخاب عمل كده هلك يهورام ابن يهوشفاط عمل كده هلك يهوشفاط رح مجوز واحد هلك لعسالي فالدعوة اللي بيقيمها ربنا على كل الأشراء اللي أنهم تركوني وبخروا لآله أخرى ويهل العمل التالي اللي عملوه وسجدوا لأعمال أجديه الفكرة عمل الإيدين بإغلاء على الإنسان طبيعي لأنه عملو بإيديه يعني مثلا نفترض واحد نجار عمل طرابيزة السفرة بتاعته إيديه والباقي اشتراها هتلاقي الطرابيزة أغلى من الاشتراها عملها بإيديه صنعت إيده يعني فاللي ماشي وراء عمل إيديه مسكين جدا كل حاجة غالي عليه اللي هو عملها طب اللي هو عمر كله غلط فغلط لأن من فينا كامل من فينا عنده حاجة يعملها روحية ولا حد التقليد التقليد اللي رب قال عليه قديم أبطلتم وصيحة الله بسلام تقليدكم وبعد كده في مئة تقليد دلوقتي كله باطل وقبض الريح فيش ولا حتة في تقليد أي كنيسة عدل خالص طبعا وهو الشقاء للأبد الخلطة وثميثة والخبر بالجار آخر وحاجات الثانية كاملوها يعني معرض الزواء عربية عشان يحن عربية مجال فانت كيف بتعطيق رغطة بالاستضام الجار وحض في نفس الكبيرة العربية مع الخلطة وثميثة والخبر بالسالح والسف والصديق حفظ في كتاب المؤذرة وحفظ في الجهات والسلامين لا انت معذرة موجود لا كل موجود لا سنتهي لأن الشيطان شغال طبعا هذا يتكلم عن حاجات مهذبة شوية لكن هنا حاجات منتهى عدم التهذيب أن كنيسة تقليل أن الخلاص منها ليس من المسيح تقري المسيح هل أنت عايزة؟ لا هذا ليس خلاص خلاص عندنا احنا نحن نعمله تخريف ايه جاء رب هل يعمل فيه هنا رسالة المية صعبة جدا لسه جاية دلوقتي لكن الأمور اللي هي ليست إلهية وعمل إدن الإنسان بيبدوها إيه هو وسجدوا لأعمال أيديهم وأما أنت ديولاتي انت خلف النهاردة أنت يا رب تقيم دعواك على شر الناس دي لأنهم أشرار طب أنا إيه دخلي بموضوع دخلك أنك أنت يا رمية المتحدث بالنيابة عني لأن أنا مش متجاسد دلوقتي أنت المتحدث المرسل إلى هذا الشعب الأمة الإسرائيلية أما أنت شوف بها مطلوب منك يرمي فنطق حقويك ما تكون ش سايب كده إيه السايب ده اللي طالع مثلا يزرع ولا يشيل شيل ولا يحمل الحمير ولا يعمل أي حاجة بشغل الفلاحين ده بتاع زمان مش بتنطق وستك حيث حل نفع نفعش نطق حقويك والكلمة دي قال حتى ربنا لمين قال ها لأيوب افتك قال ها لأيوب ايوب ايوب 38 3 لما يبقى عادي يشكي قال له خليك راجل وكلمني ايوب 38 33 ها 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 ماذا نفسه عالي يا وزن؟ ماذا نفسه عالي؟ اشد الحقه شد الحقه واي خليك راقل يعني اللي اربطه نطق حقه واي تفضلي فهنا ايوب مطلخبط في ربنا لان ربنا ضرب ضرب جامد اللي جنون مطلخبط هو طبعا ضربه ضرب جامد لانه اتقى انسان في الارض يعني لعب معه لعبة مثلا يعني بتاعه تساوي مليون دولار عمله ضرب يساوي مليون دولار عشان ياخد المكافأة فبرطم ايوب فقال له طيب يا رجل انت تعال اعلمني ايوب سمع كده طبعا زهل اعلمك ايه؟ انا مفروض اعملك ايه يعني طبعا ايوب ايه؟ في الاخر اعترف انه تراب ورماد ولا فهم حاجة خالصة قال له كده كويس ارهلكم معانا عشان اللي يستمعوه اللي في ميكروفون ايوب ثمانية وتلاتين وعدد ثلاثة اشدد الان حقويك كراجل فاني اسألك فتعلمني واخش اقول ان فيه ناس بتوصل للحالة دي مش قليل انا كذا نعم اه طبعا هو دي ده العلاجة الوحيل اللي عاب يشتغل نعم 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 اه يعني انا فاكر في زنقة شديدة الشديدة بالغرابة يعني في حياتي قلت له ربنا عندي حل انا بخترع عليه ايه الحل ده مش قادر عيش حل وانا حل فيه ايماني يعني مش بقول حل وحش بقوله افتح درجل شفونيرا كل يوم عليها عشرة جنيه بس خلاص مش محتاج حاجة طوال كده انا عملت زي ما ربنا اهل ايوب اجد حقويك قوله عايز من عام اشتغل معك ازاي بالظبط زي ما قال رب يسخر من ايوب انا عملتها ومجاز حتى نعملها انا انا من كتر اللي انا فيه الحل كذا يا رب لما انا قلت الحل يا رب انا عمل بالعكس ديني ديون اكتر غزبة عني واحد قريبي جاي من امريكا ربنا اشتري العربية فقال انزل معه اشتري العربية انا مش هادرها كله دي عرب دي حاجة عيلة اشتري عربية وسدد له الدين بتاعها مش عارب بالتأسيط هو امريكا نصل هنا وسافر قبل كده القريب هو ابن تعمتي وسدد له والدته هناك كل ما يجيلي فلوس مش عادي اشتري قال انزل معه هادر العربية العربية دي لولاها ما كدش خدمت ولا قرية في مصر لا يوجد وصلات ويشكر ربنا اللي يروح معين مش قليلين ربنا ريت كده كان امتحالي واعد الدين ده الحكاية حوالي سنتين وبعدين فجأة فجأة من حيث لا ادري وتفكوا كله بقيت مزهول اولي دي دي الاخيرة دي قلتها لمراتي قبل كده ما تقول لاش حاجة خالص طبعا لان انا لازم ارأي مشاعرها نشوف جزة ما نقول لي يعني فقصدي الكلام بيقولوا انا ربنا حصل معايا رسميا قلت له اعملك هذا وقال لي وقتها كلمة كده بكتتني شوية انا قلتها كذا مرة يعني حلية يعني الدنيا حلية بالاقتراح بتاعك ده عشرة جنيه في اليوم يبقى تلتمية جنيه في الشهر وانا مطلوب مني اجوز بين اختي واختي واجوز نفسي يعني دفع بالعافية فقال لي حلية سمعت يهته وتبكت لا انا مش عايز تحليها انا مش عايز تحلي كمان بسيبها لما تعكش خلص وعكشت خالص ويهي الفرج 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 مش بس تلتمية تلتمية جنيه ولا ارفاش كلنا نجوزنا ولا فرج بس كلنا لكن بعد كده لقيت عمارة تبنت باسمينة وانا مدفعت شيرا مليم ازاي بقى معرفش عمارة بتكبر بتكبر انا بكتت كل عليها بعد الحديد وورص بتاعه ووراقه مدفعت شيرا مليم على ما خلصت المشكلة كنا كلنا ساكنين في جائعنا والعمارة ببنية من فين الله أعلم طعم ازاي الاسلام لا انا فعلا مش عارب من فين ما عرفش ده دي قدرة الله قدرة الله انه بيصل بالانسان فينا انك ما تشغلش بقى لك ما تقولش ايوب كده مش انت بتقوم بموضة الله في حياتك بس كفيه عليك كده شان كده الواحد تتعلم شوي ما زنش كتير الزنان ما زنان ize وخير سنبور الخير بيخف كل شواء ايه 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 ابن لا يقدبه ابو اللي يحب الرب يقدبه ويجي لد كل ابني اخبر وانا كل حاجة رباط الجزمة تخلع ياه ايه هو فك رجلية مش هتفكر طيب يجرى ايه كله يجرى ايه ابو يا الهي ضمني من الاول للاخر ويوم ما ياخدني هكون سعيد جدا وفي ايه سن هكون سعيد جدا ايه المشكلة انتي وايوب قال انظروا عقبة الرب الايوب في حد تقلم زي ايوب ومش هو ولا واحد في الدين حد كان غني بعد الغنى الاولى لي بالضعف زي ايوب ايه فتا نشكر ربنا فهنا بيقول له انا دلوقتي عازك تبقى انت راجل لان انا حديك رسائل ارمية هتطفش عينك هتروح لملوك وراح لملك يهوزك كذا مرة هتقابل رؤساء الكهنة وكانوا بيدبروا القتلوا بالتدبيرات رهيبة بص بقى طبعا هو حب الضعيف يا شخص ودي بالجلمين امجد خلقوه ضربهم اما انت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما اامرك به طب يرفرض قلتلي اامر مالك اقول له اقول له اقول له على دور وفعلا صادر لارمية الامر ان يروح لمالك يوزي قل له سلم البلد لمالك بابل ربنا عايز كده رجل طبعا انجنن يعني ايه لمالك بابل دواسني يدخل بلدنا اعمل ايه قال له ما سلمتهاش هتعمى وعمى وهتتجر البابل وجروا البابل بعد ما عموه في السكة وقاتل اولاده قدام عيني كل المية حصل وقال له لن ترى بابل ما شافاش لانه اعمى ايه ده ايه حصل طبعا الامر ده الملك صعب جدا يتقاد وكرروا المية كذا مر قال له كلام لغات لما حصل كل ده طبعا رسل المسيح اما انت فنطق حقوايك وقوم وكلم بكل ما امرك بهم نسمع الجزء التاني من اله نسأل في عرض 17 لا ترتع من وجوههم تصوروا مثلا رئيس جمهوريتنا طبعا ده مش جمهوريت الاراق لك ولا سوريا لكن بتكلم على مصر احنا غلبنا مصريين وبعدين لانه احسن من اي رئيس جمهورية تاني بصراحة انا رأي جدا رئيس جمهوريتنا اس اسي وراح بعت هو حصل فعلا بعت رئيس الوزراء السابق اللي هو مش عارف اسمه ايه محلب ليه يتكلم في افتيك المؤتمر في اثيوبيا ولا حاجة في السودان حاجة كده ومش محلب قال كلام غلط لا بس مقالش الكلام اللي هو يدي سلطة لمصر يعني مصر حاسة انها يعني ايه ما قدرش يوضح قوي شالوا سيسي على طول خلاه معاقف الشغل ان راجل مجد ومكتهد وحلو خالص بس مش رئيس وزراء خلاص معاقف وزراء بينوب ما كان رئيس الجمهورية لو راح تخالوا بقى الله يبعت واحد زي يرمي يقول له قول صدق يا ملك يا اوزة انك تسلم البلد يقول له يا جلالة الملك زي ما انت عايز تسلم ما تسلمش شيلوا عطو انا قلت له كده يا رمي لا قلت له انا قلت له انا قلت له انا قلت له الكلام الصعب ده اوعى ترتاع عارف لما ترتاع انت موكل من الله برسالة لما ترتاع انا سأريعك قدامهم هتلاقى نفسك زي العيل المهوس مش قادر شوفت فرق يا شيخ عدي بن دهو ده انت الله بيكلمك زي الفتية الثلاثة وزي دانيال وزي موسى اوعى ترتاع لو ارتعت انا سأريعك واخليك تسيب هدو مكو نمشي وتسيب ارساليتك خالص هو كان ارمي بيقولك كلام زي ما ربنا اعوصاه بس كان بيبك كتير لانه كان مش قادر يصدق غباء الشعب ومتأكد ان كلام يقوله حيتم ولا حد في الشعب مصدق انه حيتم فصار يعني عامل زي ايه زي مش عارف يعني زي بيبوق ولا حد سامع هبوق وخارج كده بس لكن حد سامع لا اما انت فنطق حقويك وقم وكلمه بكل ما امورك لا ترتاع من وجوههم لألا اريعك امامهم يا ترى لما يعني شخص يكون مسؤول عن رسالة في ايد من الاعياد في مصر يعني وبيحضروا ناس من الحكومة ترى لما يحضر ناس من الحكومة يوعظ عنه بقى يوعظ عن السلام بين الاسلام والمسيحية يطلع الناس من الحكومة يفرحانين ان المسيحية تعترف بالاسلام خلاص تقول العامل يقولوا صليب صليب لأ النهاردة ما فيه صليب لانا الصليب ده ده سب عند الاسلام فلو وح عذر مسلم يقول صليب ايه المجرم ده بيتكلم عن سب الاسلام نحن نقرأ الصليب جدا فاللي بيحصل انه للأسف كثير من الخدام بعد الحفلات اللي زي كده بينزلوا تحت خالص خالص لانه ما لهمش لازم لانهم بيجرسوا ربنا اما انت فنطق حقوايك وقم وكلمهم بكل ما امرك به كلام ده مهم جدا اليومين ده قول لانه ارضاء الناس بوليس قال عنه كنت ارضي الناس فلستوا عبدا للمسيح المسيح لم يرضي الناس اطلاق خالص ما فيش مقابلة بينه وبين اي حد خاطي الا المسيح بكته رؤساء الكهنة الكاتبة قال لي رؤساء الكهنة ايه لا تعرفون الكتب قال لي الكتبة فرسين ايه المرائين يحملون احمال عسرة الحمل ولا يحركون باصباعهم ايه ده اه كل ده كلامته ايه مين انتم فدي ارادة الرب فبيقول لي ارميه خليك راجل اللي قاله لك تقوله اوعد خاف اللي قال لي اريعك ها انا ذا قد جعلتك اليوم شوفوا بقى الوعد الالهي العجيب شان لا يرتاع اليه امتسف ارميه وليه كان زي ارميه برطا بس كل واحد ليه سال اللي كان جري جدا مع اخيه ها انا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة انا مدينة ده انا فرد ولد ايه بقوة مدينة حصينة ما حدش يقدر يغلبك ولا حد يقدر يضيئك ولا حد يقدر يرد على القوة الروحية اللي فيك مش بس باندينا حصينة وعامود حديد واسوار نحاس على اورشاليم لا مش على اورشاليم طيب اورشاليم مصري لا ولا على اورشاليم مصري ما لا ليه على كل الارض حتشيل وتحط في كل الارض تهدم مدن تهدم بلاد تهدم شعوب وتقيم الكنيسة ترمي الزبالة دي وترمي الاساس اللي هو بالنعمة انتم مخلصون في العهد الجديد اللي قلنا عليه الرمية قصدي رمية 31-31 وهنا بيقول له بعض الناس اللي حابلهم كتير بدأ بايه تكمالت على الثمانتاشر لملوك يهوذة الملوك ويرمي شاف كذا ملك شاف كذا واحد انما دا كان في عام وشي وشي خلف كام خلف ثلاثة عيال الثلاثة ملكه واحد ملك ابنه كمان يبقى اربع ملوك بعض وشي بخمس ملوك شافه طبعا وشي كان يوم واحد العز مع ارمية دا هو ارمية يعني ارمية دا رفع وشي رفع عجيب جدا فخمس ملوك حضرهم ارمية اولهم قديس ولاده البقين وحفيده تلاتة ولاده واحد عفيده شياطين الاربع ويا ما كانت رسالات التبكيت رسالة ورا رسالة ويسألو تقاني والملك الاخير دا ستطور الملك فكان كل شوية يتعال اقول لي تعال اقول لي رأي الربية يقول له يقول له بصراحة بس انا مش قادر يا مش قادر مش قادر هتكسف انا ازاي اسلم البلد دا كل يقول حنحار زي ايم عبد الناصر في مصر حنحارب 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 حان انا ما تهمكش من امريكا حان انا ما تهمكش من امريكش للملوك يهوذة وللرؤسائها ايه الرؤساء دي الرؤساء الوزراء والطاعم بتاع الملك ودول اللي بيرأس الملك دا الملك الكبير لكن في رؤساء تحته كتير قوي ولكهناتها نلاحظ ان قرميها دا من الكاهنة بس هو ما فتكرش بقى كاهن يعني لانه هو يعني كان كتكوت كلا من زمان ولد ويتلو الرسالة فاخذها من ربنا على طوله بقى نبي ما بقىش كاهن الكاهن دا اللي هو بشتغل بشتغل شغل اليهود في العاد القديم الكاهنة اللي هم مش فرسي لأ الكاهنة الكاهن اللي هو يقدم الزبايح واللوين يسعدوه الزبيحة وقصتي اللي هي الردبة تهروم اللي جاء من صدوق الكاهن يعني دول أخلصوا خلاص وما فيش كاهنة دلوقتي نعم نعم خالص تخيل وده لهم ساعد وعلى كل الأرض يا شيخ عدل لا السلطات تخفيش هو ده من ربنا بس من ربنا بس لملوك يهوزة ولرؤسائها أولا لكل الأرض قبل كده اللي هي أسوارنا حاسة على كل الأرض لملوك يهوزة ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض دولا كلهم طبعا بني صديق الاصطاف الأخير ده فيحاربونك مش مش يحاربوكش يحاربوك ولي يقدرون عليك وده الكلام ده ده فالأصاح الأول من سفر المائل يعني ربنا عارف المصائب اللي جاية على قلمة دي شكله وعارف دموعه شكله ودموعه كله عشان خلص إسرائيل إزاي النازل مش فاهمة إزاي النازل مش فاهمة لملوك يهوزة ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض فيحاربونك ولا يقدرون عليك ليه لأنك قوي لا ما فيش حد قوي تصدقوني ما فيش حد قوي أقوى بني آذن في العالم ممكن في أوج مجدو مات فجأة كده وقعدوا يوم مش عارفين يعيدوا الخبر للناس كل اللي يوم قرآن وإلي حصل في البلد مش حاجة خالص فين مات على الفجر كده وقرب الظهر كده البعض الظهر بشوية قالوا الخبر لما ما فيش حد في مصر كان مش واجب مش تعيس هنروح فين عبد الناصر هنروح فين هنروح فين هنروح فين هنروح فين هنروح فين عبد الناصر هنروح فين وعملي عبد الناصر هنروح فين وطيع الجيل وطيع الديم وطيع السلال لا هو خرب البلد كلها خرب السلال معنا لكن كان ليه شخصية قوية فالناس بتعبدوا بصراحة هنروح جناسة رهيبة جدا كان فيها خمسة مليون وواحد من كل البلاد جمهورها يعني يعني ما فيش مناقشة بين جناسة جناسة البابا اللي فات ده برضو كان بجناسة البابا قوي عبد الناصر كل العالم مش وراه وهو الحقيقة ما فيش حاجة صالحة عملها في مصر بس بيته هنا يعني لو قد مكسوف يقول كده تسمعنا بنته تزعل منه ما فيش حاجة صالحة عملها حط دماغه في الصيود كل العائلات المسيحية الكبرى في الصيود دي أكبر بلد أو محافظة كانت مليانة مسيحيين بيديروا البلد منهم وزراء هي قابل عبد الناصر ما كانوا عميد ده كان في اينا من اينا هناك برضا ده كان وزير التربية والتعليم ابتدت تعصب الشديد جدا كانوا شوفنا كل الزل المسيحيين وربنا في الآخر خدوا 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 في أوجي مجدو لدرجة بيقولوا السيادات اللي ساموا لأنه وبينهم السيادات كان مشاكل كتير بيقول القصة إنه هو فعلا دي قصة حقيقة حصلت يعني كان هو آخر الاجتماع سوريا بنتكلم في السياسة بس ربنا هو سيد السياسة آخر الاجتماع كان متضايق أول ملك حسين وعد شتم فيه ابن أمه ابن أمه ابن أمه عشان هو مش عايز يدخل الحرب معاهم قبل ما الحرب تنتهي فالحرب انتهت بخسراتهم كلهم إلا حسين ما دخلش لكن برضو كان حزين جامع الملوك كلهم عشان حرب تاني فكان متضايق من حسين خالص ده أخي الناصر يا أخي ما خربش جيشه حمى جيشه من التخريف بتاعك عبد الناصر ما أظهر لاش كانت رازل رخايا ابن أمه مش عارب أمه اسمه ايه كده كان بشتم بأمه عرضوك فتنرفس خالص فبعدين دي كلام ما عارفش حصل ما حصلش لكن ممكن يكون حاصل فراح السادات والسادات تحية قال له رئيس انت دلوقتي مش هيهديك إلا فنجان قهوة عمله لجانة كان هو نائب الرئيس هو بقى الرئيس بعدها بساعته الثلاثة لما مات عرب الناصر وبيقول انه هو صرف الطباخ من المطبخ أمش انت وعمل كل ده قصص مش لازم يكون صح ومش لازم هو غلط لكن بقول السيرة الزاتية لأشهر واحد في مصر النايب بتاعه والحيب النايب هذا يمشي عشان هو نائب كل دي قصص سياسة قاضرة جدا فين الشعب العارف الرب فين الشعب اللي يخاف الله كل دول ما يخافوش ربنا ارمية كان في ذلك وقت مثل السياسين وقتها كل الملوك نفس الطقمة بتاع كل الملوك في الدنيا ولغاية ما يخلصوا الملوك وربنا نريحنا منهم ونروح لربنا فيحربونك ولا يقدرون عليك لاني أنا معك نفسي وأنا بعملها مع نفسي لما أنا يعني سمحوني يعني في ضعفي يكون الشيطان ايه وانوني في عاجة أصحى من الصبح حتى أمجد قالت أنا كنت شاكر ان هو زي رخ مش كل يوم يعني بس يعني قالها مرة أمجد قالت بقى له شوية معايا فأحسن علاج الهاتة دي الرب معي خلاص اعمل ما تعمل وسوس اعمل يقول لي عايزه لن يتم إلا ما يريده الرب لي في حياتي منزل الذي يقول فيكون والرب لم يأمر ده مصدر القوة مصدر القوة الحياة متعود بعد كده أم سريل خلاص نفط البتاعته منها دماغي وبشوف الوراية اللي ربنا عايزني أعمله فيحاربونك ولا يقدرون عليك لاني أنا معك يقول الرب لأنقذاك أمان علينا ومن إنقاذ لإنقاذ شي قادل إنقاذ من الأوهام إنقاذ من المخاوف إنقاذ من الشرور الحاقية اللي فعلا جاي شار فزنا منها إنقاذ من وساوس الشيطان إنقاذ من كل العالم الروحي الفاسد طبعا متكلم متكلم ربنا بيبوق فيها شكرا لرب شكرا لرب إن كان الله معنا فمن علينا لماذا تأنينا في نفسي ترجي الله ترجي الله لأني بعد أحمده هو ربي وإليه مجد قال الرابط فقد الأخ جورجي حبيبي إن شاء الله نبدأ أصاح اثنين للمرة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة